اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونصلي ونسلم على من ارسلته رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسل تسليما كثيرا مشاهدنا الاكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السابع عشر اكتوبر 1961 تاريخ يخلد ابشع الجرائم الفرنسية ضد الانسانية التي ارتكبت في حق الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية بباريس رفضا واحتجاجا على مرسوم رفض التجوال الذي فرض على الجزائريين دون غيرهم وهذا المرسوم وهذا القرار الذي اقره محافظ شرطة باريس موليس بابون وهذه المظاهرات كذلك التي كانت سلمية حيث شارك فيها حتى النساء والاطفال دلالة على سلميتها لكن فرنسا قابلتها بابشع اسليب القمع والقتل وكذلك التعذيب حيث زج بالكثير منهم في السجون ليمارس عليهم شتى انواع التعذيب ايضا ألقي بالكثير منهم في نهر السين واليوم مشاهدين الأفاضل وفاء لهم وفاء لشهدائنا الأبرار وتمجيدا للأمجاد وصونا للذاكرة الوطنية وتذكيرا كذلك على حجم آلام وجروح الذاكرة اكيد الجزائر تحيي الذكرى الثالثة والستين لمظاهرات السابع عشر اكتوبر الف وتسعمائة وواحد وستين وشاء الله سبحانه وتعالى أن تعود هذه الذكرى ونحن نستذكر هذه المحطة التاريخية أمام ما يحدث في غزة وفلسطين أمام الجرائم التي يستمر ويواصل الكيان الصهيوني في ارتكابها ضد إخواننا في غزة الصامدة في غزة المجاهدة وفي فلسطين الجريحة فكما أرادوا تمسى الجزائر يفعلون كذلك بفلسطين لكن كما استقلت الجزائر ستتحرر بإذن الله فلسطين فالبقاء أكيد لأهل الحقي وأيضا لأهل الأرض حتى وإن حقق أهل الباطل بعض الانتصالات هنا وهناك لكنها انتصالات آنية وليست أبدا انتصالات حقيقية ودائمة إذن مشاهدين الأفاضل في حلقة اليوم من برنامج الشراع سنحدثكم عن مظاهرات السابع عشر أكتوبر ألف وتسعمائة وواحد وستين ودورها في دعم ثورة التحريرية الجزائرية والمبالكة وباسمكم جميعا أرحب بأستاذ الكريم عيسى بوخ الدوني أسعد الله مساءك أهلا وسهلا بك أسعد الله سهلا أستاذه مساءك وكذلك المجد والخلود لشهدائنا الأبرر أهلا وسهلا بك كذلك مشاهدين الأفاضل باسمكم جميعا أرحب بالدكتور عبد الرحمن تونسي أستاذ محاضر بجامعة خميس مليانات خصص تاريخ الجزائر المعاصر أهلا وسهلا بك شكرا لكم أستاذه أهلا وسهلا بك في استوديو قناة القرآن الكريم أبدأ بك أستاذ الكريم عيسى بوخ دولي وكما يقول علماؤنا التاريخ هو الإسمنة الروحي ولا يقل في ذلك عن الدين فالتاريخ يضم الأمة بآلامها وبآمالها أيضا وبكل مكوناتها وعناصرها أليس كذلك؟ أستاذ كذلك وكذلك لا شك أستاذ أن من عرف تاريخه وعرف مستقبله لذلك الله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن الأمم السابقة لنأخذ منها الدروس والعبر قال الله تعالى واذكرهم بأيام الله قال الله تعالى فاذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والتاريخ كما يقول لسان الدين الخطيب رحمه الله تعالى وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم كيف صار يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب قال وينظر الدنيا بعين العقل ويطرك الجهل لأهل الجهل فالتاريخ كما يقول كذلك العلامة المسعودي التاريخ هو علم يستمتع به العالم والجهل ويستعذب موقعه والأحمق والعاقل فكل غريبة فيه تعرف كل أحداث وكذلك كل أعجوبة فيه تعرف وتبين حال الأمة في زمانها وكذلك في مستقبلها وفيها من الآداب والتاريخ فيه الآداب والسياسة وكذلك فيه جمع بين الأول والآخر وكذلك بين الموجود والغابر فكتب التاريخ التي دونت الأحداث التي وقعت للأمة الإسلامية عبر التاريخ وتاريخنا وثورتنا لا تنفك عن تاريخ الدولة الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ابتداء الانتصارات التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فغزوة بدرين وعنجلوت والزلاقة وبلاط الشهداء وهذه المعارك التي قام بها المسلمين هي نفسها التي قام بها الجزائريون في الثورة الجزائرية لأن كان روحها الإسلام ودافعها كذلك هو الإسلام فالتاريخ هو ما تبنى عليه الحضارات لأنه إذا عرف الإنسان تاريخه وعرف مستقبله وعرف كذلك عدوه واستعد له فأهمية التاريخ أهمية بالغة ولذلك الله تعالى أكثر ثلث القرآن فيه قصص قصص الدول الغابرة لما بغوا وتجبروا كيف أخذهم الله عز وجل وكذلك ذكر الله تعالى السنن الكونية التي لا تحاب أحدا الذي كل دولة تقوم بمقومات النصر إلا ورزقها الله النصر وكل من تخلف على النصر بقي على عادته وحاله فالتاريخ فيه مقومات المستقبل وكذلك فيه استشراف للمستقبل ذلك له أهمية بالغة في ليننا نعم شكرا جزيلا لكن أنتقل إليك أستاذي الكريم الدكتور عبد الرحمن تونسي أستاذ محاضر بجامعة خميس مليانة أستاذ الكريم السبع عشر أكتوبر ألف وتسعمائة وواحد وستين عبر في هذا اليوم الذي كان يوم الثلاثاء هكذا عبر الجزائريون بباريس وأمام العالم بطريقة سلمية عن احتجاجهم للقرار العنصري هكذا نسميه نعم والذي يمنع تجول وخروج الجزائريين من ساعة ثامنة ونصف مساء إلى ساعة الخامسة ونصف صباحا نتحدث بداية أستاذ الكريم عن هذا القرار الذي أصدره محافظ شرطة باريس موريس مام بابون شكرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشكر الجزيلي قناتكم الكريمة على الاهتمام بالذكرة الوطنية وهذا ما أكد عليه أكد عليه رسالة الرئيس الجمهورية اليوم في أهمية الذاكرة خاصة من يمثل الذاكرة هم أبناء الجزائر في المهاجر وبالتالي رغم الغربة رغم البعد عن الوطن إلى أنهم ساهموا في استقلال أو تحليل الجزائر وبالتالي قرار هذا القرار كانت تعسفين لماذا؟ لأن فرنسا أدركت أهمية المهاجر في قدمة فورة خاصة أن هؤلاء المهاجرين كانوا يساهمون بحوالي 500 مليون شهريا من الفرنكات الفرنسية تدخل في البنوك الجمهة التحليل الوطنية وجيش التحليل في سويسرا وبالتالي كان دعم كبير لفورة التحليل لشياء أسلحة حتى كانوا يساعدون حتى الأسرة وأسرهم في الجزائر وبالتالي هذا الدعم أراد قطعه هذا الظاغي أو هذا الظالم لمثل حوالي خمسة من ستة محافظين من الشرطة كلهم مروا في الجزائر كل محافظين باريس لشرطة أو محافظي شرطة مروا بالجزائر وبالتالي كان لهم ضو كبير في معاقبة الجزائر خاصة نقام بهذا موريس بارفوم في قسطينة بعد مجرزة مدينة 1440 يعني عاملة في الجزائر إذلك اخترته حكومة ديغول وحكومة ميشيل ديبري لقاهر الجزائر في فرنسا قطعت طريق أمام جبهة التحليل المطالي خاصة بعد تأسيس ما يسمى فيديرالية فرنسا التي نظمت فرنسا على أقاليم حوالي ست أقاليم وكل أقاليم قسماته ونواحيه مثلها مثل الجزائر ونظمت هؤلاء المهاجرين لذلك لها دور كبير في خدمة الثورة التحليلية نعم وفي دعم أيضا جبهة التحليل والمالي وأيضا بالاشتراكات وأيضا في نشر الوعي السياسي بين المثقاتين في فرنسا وأيضا في أوروبا مشاهدين الأفاضل الزميلة إيمان أكسيل تحدثكم حول مظاهرات السبع عشر أكتوبر الف وتسعمائة وواحد وستين أفل نتابع شعارات الديمقراطية والتحرر وحقوق الإنسان قناع لطالما لبسته فرنسا لحين أن كشفت عنه أصوات الثوار والمناظرين مظهرة جليا جشع والطهاد ووحشية المستدمر الذي لطالما حاول بناء حضارته على جماجم الأبرياء واسترقاق الشعوب استبداد يغير ثوبه في كل مرة في الخامس من أكتوبر الف وتسعمائة وواحد وستين أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما عنصريا يقضي بمنع التجمع أو التجوال ضد كل من هو جزائري على أراضيها والهدف خنق مناظلية الثورة وقطع سبل التواصل بينهم بعد أن نجحوا في فضح العدو في عقر داره جبهة التحرير الوطني ورفضا للقرار العنصري دعت من خلال فديرالية فرنسا الجالية الجزائرية الخروج إلى مظاهرات أوسط بأن تلتزم بالسلمية دون أدنى مظهر للعنف كذلك عشرات آلاف الجزائريين لبوا نداء الجبهة وخرجوا يوم السابع عشر من أكتوبر على الساعة الثامنة مساء رافعين شعارات التنديد بالحرية والمطالبة بالاستقلال ضرب ورمي بالرصاص الحي بل أكثر من ذلك رمي الجزائريون المسلمون الأبرياء مكبلي الأيد والأرجل أحياء في نهر العسان بأوامر من موريس بابون رئيس الشرطة آنذاك الذي بث في جنوده روح الإجرام والقتل أكثر من أربعمائة شهيد وألفين وثلاثمائة جريحة فضلاً عن المفقودين والمعذبين في ضواح غابات باريس كما اعتقل خمس عشر ألف جزائري من كل الأعمار تعرضوا لكل أشكال التعذيب والمهانة ليلة لم تكن أبداً مضطربة وحسب كما وصفتها الصحافة الفرنسية المتواطئة آنذاك بل كان موعداً مع الدماء يكشف الوجه البشع لفرنسا جريمة لا تقل بشاعة عن السواد الذي كان يواجهه الجزائريون على أرض الوطن أحدث السابع عشر من أكتوبر محطة معبرة عن أسمى معاني اللحمة والاتحاد بين صفوف الشعب الجزائري في الداخل والخارج ضريبة نيل الحرية دفعها الجزائريون باهضاً أشهر قليلة فقط قبيل الاستقلال نقف مشاهدين الأفضل أكيد وفاء لشهدائنا الأبرار الذين كانوا جسوراً للتضحية والفداء حتى ننعم نحن بالحرية والاستقلال وأكيد الأوطان التي لها تاريخ ولها كذلك شهداء هي أوطان صامدة ولن تسقط أبداً لأنها محمية بالله ومبالكة بالقرآن الكريم أعود إليك سيدي الكريم أستاذي معيسى بوخ الدوني أكيد على قدر قوة المستعمر الفرنسي الذي سعى إلى محو الشخصية الجزائرية وإلى إنهاء الوجود التاريخي لوطن اسمه الجزائر بقدر قوة التحدي الوطني الشعبي الجزائري الذي قابل هذا القمع بإرادة جزائرية شعبية مشحونة بقيم روحية وكذلك إسلامية نعم أستاذة كما قلت صحيح أولاً أترحم على شهدائنا الأبرار الذين استشهدوا في هذه الحادثة الأليمة وهذه المجزرة التي لا تقل مجزرة عن غيرها والمجازر كثيرة حدثت في الجزائر وأحياناً يصاب الإنسان الباحث في هذه المجازر بالدهول لم نكن مع بشر مستدمر بل كان وحش أقول وحش مستدمر لم يبقي حجراً على حجر إذا درسنا كل المستدمرين لا نجد مستدمر كان سفاحاً كالمستدمر الفرنسي قتل كل شيء كل مقومات الحياة للأسف حتى الجماجم الأبطال وأخذها ما زالت عنده هناك فهذه الأحداث التي حدثت في 17 أكتوبر 1961 أثبتت للعالم أن الجالية الجزائرية المهاجرين لا يتجزأ من الثورة الجزائرية لأنها كانت وقود كما قال سيد الدكتور وقود من ناحية المالية وكذلك من ناحية الكفاءات والإطارات فكانت تمد الثورة الجزائرية بالإطارات والكفاءات التي ساعدت كثيراً في استقلال الجزائر وكذلك هذه الأحداث التي وقعت والاختيار المنطقة في باريس كان اختياراً موفقاً لأنها منطقة إعلامية حيث العالم كله شهد هذه المجزرة وحاولت فرنسا المستدمرة أن تخفي هذه الجريمة لكن يعني ظهرت في العلن وجاءت في وقت كانت ستعقد الأمم المتحدة فاستنكروا هذا الفعل الشهنية يعني قتل جبان وقتل سفاح هذا موريس بابيون الذي كان يعذب في الجزائر في 1956 كان ينكل بالجزائرين وكان يحمل حقداً دفيناً فيه فلذلك كانوا لا ينظرون إلينا على أننا بشر وهذا يعني عبر التاريخ الحروب الصليبية يعني لما يدخلون إلى أي بلد يدمرونه ويحطمونه كما قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون فما يدخلون قرية إلا يمبدون فيها كل شيء ونحن ديننا العظيم نحن عبر التاريخ ما دخلنا قرية فاتحين إلا لم ندخل القرية إلا بعد الأذان وديننا الحنيف يمنعنا من قطع الشجرة وقتل الصبيان وقتل النساء والأسير هذا ديننا الحنيف لكنهم لما يدخلون إلى الدول المستعمرة إلا ونهبوا كل ثرواتي حتى العلوم الكتب ويسرقونها ويسرقونها حتى الجماجم يأخذونها لهذا المجازر التي حدثت مجازر كبيرة جدا ما يحدث الآن في إخواننا في فلسطين نفس السيناريو نحن نفس السيناريو الكفر ملة واحدة كما قالنا بالصلاة والسلام فنحن في اليوم الواحد ربعين ألف يعني الآن ربما وصل إلى خمسين ألف الذين نستشهد في غزة نحن هذه الخمسين ألف كانت تقام في ثلاث أيام أو يومين والتاريخ بقي شاهدا على هذه المجازر وأن هذا المستدمر لم يكن دافعه فقط المال بل كان يقاتل عن صليبية مقيتة فلهذا كان يريد أن يمسح الإسلام من هذه الأرض ولكن ثلة قليلة كما قال الله عز وجل كم من فئات قليلة غالبت فئة كثيرة فالسنن الكونية عند الله عز وجل هذه الفئة الصادقة تغلب الفئة الكاثرة والله تعالى أيد المجاهدين بإيمانهم الصادق بالله عز وجل وعقيدتهم الراسخة مع أن كل الناس كانوا يظنون أن فرنسا هذه مستحيل أن تهزم كما الآن يظن هذه التكنولوجيا أنها ستهزم هؤلاء المجاهدين الذين ليس في يدهم حيلة لكن يأبى الله عز وجل إلا أن ينصر المسلمين ولو كانوا فئة قليلة فلذلك هذه الحادثة ينبغي أن لأنهم أهل للحق نعم أهل الحق دائما يدافع الأرض الذي يدافع عن أرضه ليس كالذي يدافع عن أجل مال أو شيء من الدنيا فيستميت المسلم لما يدافع عن الأرض فإنه يدافع عن أرضه يدافع عن أرضه وعن مقدساته نعم أيضا جهاد في سبيل الله وفي سبيل رفع آية الإسلام أكيد لأن غايته واحدة المسلم غايته غايتان فقط ليس كالمستدمر نحن إما النصر وإما الشهادة نحن وعادنا الله تعالى إن دافعنا عن أرضنا بالشهادة إما ننتصر وإما نستشهد والحمد لله نحن ننعم في نعمة الأمن والإستقرار الحمد لله لتضحيات المجاهدين رحمة الله عليه نعم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصره في غزة وفلسطين أستاذ الكريم الدكتور دائما واصل حديثنا الهدف وراء هذا القرار القلاضة الذي أكيد يمنع خروج الجزائرين في شوارع باريس هذا القرار الذي يخص الجزائريين دون غيرهم أستاذ الكريم أكيد الهدف من ورائه هو القضاء على ديناميكية جبهة التحرير الوطني ومحاصلة كذلك نشاطها بين الجزائريين أو في صفوف الجزائريين هناك الذين كان لهم دور كما ذكرت في تمويل ثورة التحريرية أيضا في الدعاية لها شكرا من سؤال وجهة خاصة أنه في ديراليس جبهة التحرير الوطني كان تمثل ثورة تحريرية في كامل أوروبا ولكن قوة المهاجرين في فرنسا خاصة في باريس أفرت وكانت رائدة في قيادة هذه المظاهرات التي خطط لها بعد إصدار هذا القانون أو قرار الظالم فقررت جبهة التحرير الوطني وفي ديرالي جبهة التحرير الوطني أن تكون مظاهرات في ثلث أيام في البداية كانت يوم 14 ولكن أجلال نظرني أن نتصل المعلومة لبقية المناطق لدينا ست مناطق ثورية أو قسمات ثورية في فرنسا فأجلال يوم 17 خرجوا فيه المناظرون ويوم 18 خرجوا في التجار أو خاصة اتحاد العام التجار والحرافين الجزائيين الجي سيار اللي يتأسس في 13 تبتمب 1956 كلهم دور كبير في تمويل الثورة كأنهم دور كبير كذلك حتى في فرنسا في وقت دار الاستعمال وبالتالي خصص لهم يوم خاص لإغلاق ذلك كثيرهم مثل ما فعلوا إخوانهم في الجزائر يوم الثمانية يوم في إذرام ثمانية أيام في 1957 وبالتالي يوم التجار يوم 18 يوم 19 وهي يوم النسوة حوالي ألف مرأة وخمسين تفل يعني طبعا أن النسوة أخذنا معهن أولادهن وبالتالي ألف مرأة أثبتت المرأة دورها حتى في هذه المظاهرات رغم ظلوا الاستعمال رغم تحرّض بعضهم للإجهاض والضرب المبرح من طرف القوى الشرطية والاستعمالية والذي مما زادتنا بالله هو تدخل من فئات البغيظة وهي فقة الخوانة أو الحركة الذي جلبهم بابون طالبهم من سوائزات الداخلية أن تجلب لهم جموعة من الحركة من الخوانة الذين تغلغلوا في أوساط الجزائريين الذين كانوا يسكنون في بويتكس ديريا كذلك كانوا يسكنون في ملاطق بعيدة عن عملهم ويستقلون المترو اللي هو قطار الأنفاق لذلك كانوا كلما كل الذين توجهوا إلى منطقة الأوبيرات في فرنسا للتجمهر اعتقلوا واخرضوا في الحافلات إلى الملاعب إلى قصر الرياضات وإلى المخافر الشرطية ويتعرضوا إلى التنكيل الشر التنكيل وبالتالي كانت النتائج وخيمة لغم أن استعمال البغيط كذبة في إعلانه أن هناك قتلين وثالث قتلاء باستكتقل بي نشوف الكاذب الذي ففحه فرنسيون انفسهم جرولوك انودي كاتب فرنسي والذي كسف بابون وذكر أنه قتله من 200 إلى 400 شهيد ولذلك بابون سيقاضيه في 1990 بسبب أنه اتهمه بأنه مجرم حق كذلك أستاذ الكريم نتحدث أيضا عن هؤلاء العمال الجزائريين الذين كان لهم دور كبير في دعم ثورة التحريرية المجيدة وأيضا في تأسيس الولاية السابعة فرنسا ضمن الولايات الثورية الجزائرية شكرا جزائر فيها كانت فيها ستة ولايات بعد مؤتمر الصمام لكانت مناطق قبل مؤتمر شخص مناطق وبالتالي هذه الولايات يعني أضيفت لها الولايات السابعة اللي هي في ديرارية الجزائر في فرنسا لذلك في مارس 1955 وكان لها دور كبير قلنا بالتنظيم ستة مقاسمات أو ستة مناطق ثورية كذلك تنظيم المجاهدين حسب التنظيم اللي كان في مجلس العاصمة اللي هي المزون الأوتونوم أو مطيقة الجزائر الحرة ولذلك الشكل الهرامي سيساعد قهات هذه المنظمة اللي هي في ديرارية فرنسا خاصة لأسهم محمد البجاو ورحمة المغر اللي كان لها الضل كبير في إنشاء هذه المؤسسة كذلك الراحل عمر بوداود اللي كان لها الضل كبير في تنظيم الفيدرالية وتقسيم الأموال عبر المناطق وجمعها ثم أخذها إلى سويسرا في حساب الجبهة وكذلك متابعة أحوال الأسرى الجزائريين الذين اعتقلوا سواء في فرنسا أو في أوروبا عامة وبالتالي كانت هذه الفيدرالية أو هذه بلاي السبعة ضرورة خاصة أن الفورة ستنتقل من الجزائري إلى فرنسا ويهاجم الجزائريون حتى المركز الصناعية خاصة النفط البيترولية من أثر الاقتصاد الفرنسي وبالتالي محاولة ضرب فرنسا في عقل ذلك حتى أن أحد المجاهدين وعمد قادر خداش بخوش عفوا تمتقة سوغراس قامت بمحاولة اغتياد للحاكم عام سبق الجزائري واجه أجه أستاذ في باريس شكرا جزائيا لك دكتور عبد الرحمن تونسي انتقل إليك أستاذ الكريم عيسى بخدوني التاريخ أكيد ليس مجرد مجموعة من الأحداث ومجموعة من التواريخ وأيضا مجموعة من الشخصيات وإنما هو جزء لا يتجزأ من هويتنا المجيد لها دور كبير في بناء مستقبل صاعد وزاهر لنا وللأجيال اللاحقة أكيد أستاذ كما قلت لا ينبغي أن نغفل تاريخنا لأنه شيء من الثوابت التي فيه تاريخ أجدارنا وتاريخ أمتنا فالتذكير بها لأخذ الدروس والعبر الله تعالى يذكرنا بأحداث مثلا يذكرنا بقصة فرعون مع موسى سراع بين الحق والباطل وكيف كان فرعون سفاحا ثم في النهاية كيف أغرقه الله تعالى ودائما العاقبة للمتقين الله تعالى يذكر لنا هذه القصص وأن هذه سنن من سنن الله تعالى تبقى إلى قيام الساعة سراع بين الحق والباطل وأن الحق دائما النصر معه في الأخير فمهما إنسان وصل إلى مرحلة من مراحل التعذيب والقسوة فكلما زاد البلاء قرب الفرج فدراسة التاريخ مهم جدا لأنه بالتاريخ يعرف الإنسان مستقبله ويعرف أعداءه حتى لا ينخدع بالأعداء كما الآن يروج له عبر الغزو الفكري بتلميع صورة المجرمين وتشويه صورة الأبطال والمجاهدين فدراسة التاريخ أكيد فيها من الفوائد الكثيرة المهمة خاصة في مراحل الدراسة من السنة الأولى إلى السنة التي يتخرج فيها الطالب فكلما كرر عليه هذه المجازر وهذه التاريخ حتى يستمد الوطنية كذلك ويستمد إيمانا راسخا أن ثباته إنما كان عن جهد بذله أجداده ولولا أجدادنا الذين بدلوا كل الغالي والنفيس لما كنا لننعم نحن الآن بنعمة الأمن والاستقرار هذه الأحداث التي وقعت أحداث 17 أكتوبر ربما ننظر إليها نظرة مأساوية لكن كان فيها أمور إيجابية من الأمور الإيجابية أن أثبت المهاجرين للعالم أنهم جزء لا يتجزأ من الثورة وأنهم كلهم يحملون هم واحد هو التحرر ومن الاستبداد والاستعباد الذي تقوم بها فيه من الفوائد ربما نقول 11 ديسمبر 1960 التي أجهضت مناورات ديقون فهذه الأحداث كذلك أجهضت فكرة أن الجزائر تابعة لفرنسا وأثبتت أن الجزائر جزائري لا يحيد ولا يبيد ولا يترك أصله شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة حتى أنها أستاذ الكريم أثبتت أن كل جزائري على أرض فرنسا هو مناظر في جبهة التحرير الوطن والجهاد نوعا جهاد بالمال وجهاد بالنفس فإخوانهم كانوا يجاهدون بالنفس في أرض الجزائر الحبيبة وإخوانهم كانوا يمدونهم بالمال ويعينونهم على اقتناء الأسلحة حتى تبقى هذه الثورة صامدة نعم مهم جدا شكرا جزيلا أستاذ الكريم أيضا أعود إليك الدكتور عبد الرحمن تونسي معركة باريس وعندما نتحدث أستاذ الكريم عن الأمور الإيجابية كما ذكر الأستاذ عيسى بوخدوني نتحدث أنها كانت انتصارا إعلاميا لا نظرة له حققته للحكومة الجزائرية المؤقتة واضطرت الحكومة الفرنسية اضطرت على العودة إلى مدينة إفيانا السويسرية لمواصلة المفاوضات هذه المفاوضات التي انتهت بالاعتراف الرسمي باستقلال الجزائر نعم شكرا سؤال وجيه خاصة أنه في فترة هذه كانت ضغط على الوفد المفاوض خاصة من المنطقة الصحراوية وبالتالي فرنسيا كانت تريد فصل الشمال عن الجنوب وأخذ الصحراء الجزائرية بكل وسيلة ورفض دي جول والوفد المفاوض الفرنسي كل مطالب الجزائرية وبالتالي كانت هذه المظاهرات رد على الفرنسيين كذلك رد على المحركة الإلهابية الرواس هذه المحركة التي كانت تقتل الجزائريين النقبة خاصة تقتل النقبة وبالتالي استطاع الجزائري الذي خرج يوم 17 أكتوبر أن يقول لا لمحركة الإلهابية ولا لرغبات دي جول في فصل الشمال للجنوب الجزائر واحدة موحدة من تائها لتائها متزمزه إلى تمرس وبالتالي هذه إيجابيات كبيرة هذه الرغمة القسائر التي تقل عليها ولكنهم كشفت هذه المظاهرات العام العالمي خاصة للصحيفة الأمريكية حتى الصحافة الفرنسية كشفت عنصرية الفرنسيين خاصة تلك الأوامل التي جاءت للشرطة أنهم لا يقتلوا الأوروبيين أو البيض وإنما يقتلوا الذين ذوي البشرى المغاربية أو البشرى بشمال إفريقيا وبالتالي نلاحظوا هنا هذه الإيجابية للمظاهرات كذلك بيّنت ذكاء الجزائر التي نظمت المظاهر في تلك الفترة في المقالة أستاذنا كانت تقال عن قرب عقد مجلس الأمن اجتماعه السنوي وبالتالي ستعرض القضية الجزائرية وتكون لها قوة دفع للمفاوض الجزائري رأس المراحل محمد يزيد في دفع القضية الجزائرية وحق الشعب الجزائري في تقارير مصيري نعم ممتاز كذلك دكتور عندما نتحدث عن أهم نتائج مظاهرات 17 أكتوبر 1961 نتحدث أستاذ الكريم عن نقل المعركة نقل ثورة إلى أرض العدو الثورة التحريرية الجزائرية هي الثورة الوحيدة التي تمكنت من نقل المعركة إلى عقل دار العدو وهذا أكيد انتصار كذلك شكرا الولايات السابعة مثل ما قلتم أو المهاجرين اللي هم جاهدين نفسهم بكر خناق على الثورة في الجزائر كان ضغط كبير عملية شار عملية موريس الأخري على كل المناطق الجزائرية خاصة الأولى والمنشاريس وبلاد القبائل وأطلس البوليدي كلها تعرضت إلى هجمة الشارسة جبهة التحرير وجيش التحرير كانوا أذكية بالنقل الفورة إلى عقل دار فرنسا والهجوم على المركز الحيوية في الاقتصاد الفرنسي إضافة إلى أنه مثل ما قلتم التقنية الجديدة أثرت حتى في التدخل السفر الذي كان يقوم بها الحيث الأطلسي فرنسا كانت تستقوي علينا بحيث الأطلس لو لا الحيث الأطلسي لما استطاعت فرنسا البقاء ولو ليلة واحدة في الجزائر وبالتالي النقل الفورة كانت فكرة رائعة لسبب الفورة كذلك متنفس كبير للفورة التحريرية ولمجرد كذلك دعم للجزائريين خاصة دعم المادي والدعم النخبي مثل ما قال الأستاذ واكتساب نخبة جديدة من الجزائري واكتساب عامل آخر واكتساب أصدقاء الفورة الأوروبيين الذين مساروا في هذه المظاهرات مساروا عند أوروبي خاصة الفرنسيين الذين كانوا يؤمنون بالفورة ويرفضون السياسة الفرنسية التي كانت ترفع من جهة راية الحرية والأخوة المساوات ومن جهة الأخرى ها هي تقتل الجزائريين مسفدين وترميهم في نهر السين كذلك تقتل حتى النساء والأطفال السيغان نعم برك الله فيك دكتور عبد الرحمن تونسي أستاذ الكريم عيسى بوحدوني العلامة محمد البشير الإبراهيمي يقول محال أن يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا هكذا وبتالي نتحدث اليوم عن أهمية تحرير الإنسان من العبودية الثقافية والعبودية الفكرية والهزيمة النفسية هكذا وأهمية كذلك أن نتسلح اليوم بروح القرآن الكريم هكذا لمجابهة مختلف التحديات لمواجهة الغزو الثقافي كما ذكرت والغزو الفكري والعدو الداخلي الذي هو الشيطان وأيضا العدو الخارجي ونقصد به الغزو الثقافي وغيرها من التحديات التي ربما تهدد شبابنا اليوم نعم أستاذ لا شك أن الأخطر في هذا العصر هو الغزو الفكري لأن الغزو العسكري لم يأتي بنتائج بعد الحروب الصليبية لأن الغزو العسكري فيه الخسائر كلا الطرفين صحيح لذلك فكر الصليبيون في الغزو الفكري والغزو الفكري هو يستهدف العقول أولا وأخطر منه الغزو الإعلامي ذكر أستاذ أنه ما ظهرت قضية 17 أكتوبر إلا بعد 32 سنة أخفاها المستدمر الفرنسي وهذا دأبوا الصهاينا كذلك يخفون قتلهم ويخفون هزائمهم ولا يريدون إظهار الحقيقة ويشويهون التاريخ والأحداث ويلعبون في المسميات والألقاب فيظهرون السفاح بطل ويظهرون المقاوم الذي يدافع عن أرضه وعن عرضه إرهابيا أو مخربا كما يفعله الصهايدة هو نفس الذي فعله المستدمر الفرنسي صحيح كان يشويه صورة الأبطال وصورة المجاهدين ويلمع صورة قاداته السفاحين فهذا موريس بابيون هذا لم يحاكم أصلا يعني وتجدهم يعني يلعبون في خاصة مسألة الإعلام لأنهم يتحكمون في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام فيسوقون ما يريدون لغزو أفكار الشباب فينظرون مثلا من الأمور التي تحدث عند الشباب عندنا لما تقول تاريخ الجزائر يقول تاريخ الجزائر ما مش فيها مزور فهذا من الغزو الفكري يصل الإنسان أنه يشك في تاريخه وهذا الغزو من أين يأتي يأتي من وراء البحار فيشككون في الأحداث ويشككون في الأرقام وحتى المجازر ينفونها الآن كل أدلة تثبت على أنهم قاموا بمجازر خير شاهد لما الإنسان يذهب إلى جماجم جماجم لمن؟ لأبطال مجاهدين طيب أنت قتلت الإنسان لماذا تأخذ رأسه؟ هذا من الجرائم التي لم تعرف عبر التاريخ فهم يلعبون حتى في تاريخ تحريف الآيات تحريف الأحاديث حتى الثوابت يحرفونها ويفتحون الاجتهاد فيها على مصرعيها حتى الشاب يصاب بالذهول وعندما يصاب الشاب بالذهول والشكوك مع أنتها أصيب بالغزو الفكري والغزو الفكري أخطر بكثير لكن نتائجه وخيمة لكن ليست نتائجه كنتائج الغزو العسكري ربما نتائجه سريعة لكن نتائج الغزو الفكري بطيئة لكن تخرب العقول تخرب أذهان الأطفال والشباب فيصبح الشاب حيران لا يعرف تاريخه ولا يعرف مستقبله وينكر كل شيء يعني حتى الخير يعيشه ما يرش فيه فيرى كل شيء أسود وهذا هو الغزو الفكري الخطير الذي الآن أصبح يمارس على الشعوب حتى صرنا يعني كل العالم يرى أطفالا وإشلاء في غزة والكل صامت لأنه يقول بعض من أصيب بغزو الفكري يقول لك على شد النوليهم وكان الأصل يتقاس مبيناتهم هذا من الغزو الفكري من صاحب الأرض ولهذا كانوا حتى في زمن ثورة الجزائري كان من يقول أنتم تفكرون في إخراج فرنسا هذا من المستحيل عندها قوة والحلف الأطلسي وكذا والعتاد لكن أخرجها المجاهدون لله الحمد صحيح وحتى فرنسا أستاذ الكريم في سنوات الاحتلال الأولى اعتبرت حجة تواجدها في الجزائر أنها من أجل تمدين هذا الشعب وهذا الوطن هذا الشعب الذي ليس له حضارة وليس له تاريخ وليس له حكومة أو دولة ولم يأخذ نصيبه من الرقي الحضاري والإنساني وهذا ما قام به المؤرخون الفرنسيون الذين حاولوا أيضا من خلال كتاباتهم ومؤلفاتهم حاولوا أن ينسلخ أو قاموا أن ينسلخ هكذا الجزائري عن مقاوماته أو يذوب في مقاومات أخرى فرنسية أو غربية أو حتى يعني يبقى دون انتمع نعم أستاذ كما ننظر مثالا على ذلك مثلا المستدمي الفرنسي لما دخل الجزء لم تكن عندنا أميها فمن الذي جهل هذا الشعب؟ أليس المستدمي الفرنسي الذي منع حتى الدراسة منع التعليم منع اللغة العربية مع أننا نحن في تاريخ أمجاد أمتنا كانت هناك مدارس قرآنية لليهود والنصارى يعلمونهم اللغة العربية بالمجان يحافظون عليهم حتى لم نهدم الكنائس نحن لما فتحنا بلاد الكفار على شاهد على ذلك لما فتح عمر الخطابة بيت المقدس لم يهدم الكنائس صحيح ولم يعني التراث حافظ عليه كما هو لكنهم لما يدخلون يسرقون كل شيء ويدمرون حتى الآثار التي ترمز إلى أمجاد هذه الأمة فيدمرون آثارهم ويسرقون مخطوطاتهم وكتوبهم ويزعمون أنها حضارة وميلعبون دائما على مسمى الألقاب والألفاظ فيسمون الغزو حضارة ورقي وأنهم جايبون الحضارة على دبابة ثم ماذا؟ يحطمون كل شيء ويسلبون كل شيء ويأخذون كل شيء ويرجعون الأمة إلى غابر التاريخ وهذا شاهد يعني في كل حروبهم الصليبية حتى المعاصرة لم نجد منهم إلا الدمار والقتل ويعني مجازر يندى لها الجبين وما يحدث لإخواننا في غزة كذلك يعني كذلك شاهد عيال وكذلك هو نفس ما وقع في الجزائر غير أن في الجزائر لم تكن هناك كاميرا تصور لنا المجازر لكن الآن المجازر الذي نراها في غزة هي نفس الصورة البشعة التي حدثت في أرض الجزائر فأحداث مثلا 17 أكتوبر كان يرمى بالشاب الجزائر يوضع في منشفة في فمه ويرمى في نهرسان هدايا ويموت غريق ويرمى عليها رصاصات على رأسه يعني هذه من أبشع الجرائم ويحاول تغطيتها كما قال الأستاذ حاول يحاكم من نشر الحقيقة وهكذا يفعلون وما زالوا يفعلون وهذا يعني في بلاد يعني في باريس نعم يعني أستاذ الكريم أكيد كانت الجرائم أضعف المضاعف أضعف كثيرة أضعف كثيرة في الجزائر هكذا نعم أستاذ كثيرة أمام غياب المحاسبة والمراقبة وغير ذلك نعم أستاذ أعطيك سبيل المثال كذلك هم حتى المساجد حولوهم إلى إستبل ما حدث في كتشاوة ربع آلاف قتيل شهيد شهيد في دقيقة يعني حتى المعابد لم تسلم منهم يعني لم يتركوا شيئا يعني حتى قتلوا الحيوان وقتلوا الإنسان وقتلوا الطبيعة وما حدث في كذلك تجاربهم النووية وكم من قتلى يعني بتجاربهم هذه النووية من الشعب الجزائري مجازر يند هناك قرى أبيدت قبيلة زعادشة وكذا أبيدت عن بكرة أبيها يعني هذا دليل شاهد على أنهم ملة واحدة يعني مهما حاولوا يلمعون صورتهم أمامنا بألقاب وأوسمة في الحقيقة هم ما زالوا يحملون هذا الفكر الدموي الذي يدمر حرية الشعوب نعم مستاذ الكريم كذلك بعد هذه التضحيات الجسام وبعد قوافل من الشهداء استقلت الجزائر وكذلك فلسطين بحول الله يأتي بعد هذه التضحيات تأتي بحول الله يأتي الانتصاف هذه سنة الله في الكون وإخواننا أستاذ الكريم في غزة وفلسطين يؤكدون لنا أن الذي يصنع الفارق هو الإعداد الإيماني فمهما اشتدت الضربات والصدمات والهجمات واشتد القصف لكن أكيد وسط كل هذا هناك أمل بأن نصر الله سبحانه وتعالى قادم وقريب جدا بإذنه تعالى وبتالي لا خوف على غزة وفلسطين ما دامت فيها المرأة خلافا عن المجتمعات العربية والإسلامية الأخرى تقوم بإعداد وصناعة أجيال بروح إسلامية وبروح إيمانية وبروح كذلك قرآنية ولا خوف كذلك على المقاومة الفلسطينية ما دام فيها رجال حافظين لكتاب الله وحاملين كذلك للقرآن الكريم وهكذا كذلك جاء النصر وجاء الاستقلال في الجزائر فثورة التحريرية والمقاومات الشعبية صناعها رجال وطلبت الزوايا وطلبت المدارس القرآنية نعم صحيح كما قلت لأن الغزو الفكري يستهدف العقيدة والسلوك لهذا أصعب شيء الذي لم يستطعوا أن ينتصروا عليه هي عقيدة الإنسان ومبادئه فمهما أنفقوا من أموال وحاولوا دائما يرجع الإنسان لثوابته ومبادئه ولذلك يعني وجدوا أن أعظم شيء يغذي هذه المقاومة هو القرآن الكريم فلذلك لما دخلت فرنسا إلى الجزائر بدأت بهدم الزوايا وهدم المساجد لأنها تعرف هذه المساجد والزوايا يخرج منها الأبطال وكذلك إخواننا في غزة كذلك ثورتنا ملهمة لهم يعني تجعلهم لهم بلسما وتجعل لهم كذلك كما يقال يعني راحة النفسية أنه سيأتي النصر ولو بعد حين لأنه محما نحن الذين استشهدوا في بلادنا الكثير والكثير يعني كما قلت سابقا مدزر واحدة يروح فيها 40 ألف واحد في يوم واحد هذا مما يثبتهم ويجعلهم يصمدون وكذلك القرآن الكريم الذي صمد به الجهال وأجدادنا كذلك يصمد به أهل غزة والمقاومة الفلسطينية الحمد لله تسيروا على خطة فورة تحريرية الجزائرية أنتقل إليك الدكتور عبد الرحمن تونسي أستاذ الكريم كأستاذ وكباحث في تاريخ الجزائر وكمدرس تخصص تاريخ الجزائر المعاصر أستاذ الكريم جرائم السابع عشر أكتوبر ألف وتسع مائة وواحد وستين لماذا لم تلقى العناية الكافية والاهتمام الكبير من قبل المؤرخين والباحثين الجزائري شؤال ضار لأن الباحث الجزائري لم تفتح أمامها الأرشيف إلا في 2021 خاص بهذه الأحداث لأنه دائما بعد 50 سنة أو 60 سنة تفتح الأرشيفات ولكن إذا رجعنا لما نذهبت إلى مذكرات مونيس بارفون الأرشيف فرنسي ووجدت أنه سنة 1969 مبتورة يعني بطرت عنواتين لكي لا تكتب نكتشف ما فعل من جرائم كذلك صعوبة الوصول إلى الأرشيف الفرنسي لأن المعظم الذين عذبوا الجزائري هما تابعين نقابة الفرنسية ومجموعة من الحركة أو الخوانين الذين جول يمون من الجزائري وبالتالي هذا الأرشيف يعني رغم التعتيم ولكن الحمد لله هؤلاء الباحثين مثل جوليك ينودي واسمه بلونشار إلى خليل مصبيرو هذا كلهم ساعدوا الجزائريين كالإضافة إلى بعض أصدقاء الثورة في الكشف على هذه الأحداث وبالتالي ما سيأتي إن شاء الله يعني عظيم وسيساعدنا مثل موعدتنا الدولة الجزائرية من خلال اللجنة الوطنية الذاكرة سنحصل على الأرشيفات وبالتالي يمكن لنا كالباحثين جدود وممتدئين الكتابة في هذا الأمر أنا أعود إلى سؤالك للأستاذ خاصة من نسبة الدور مثل ما قال بشير إبراهيم أنا رحبت شيء أنه التضامن أو التعاون بين محمد وراس مؤسس كشاف إسلاميزيا عبد الحبيب المباديس جعل أنتج لنا جيلا نزعت من قلبهم إنهزامية لا يعرفوا إنهزام وبالتالي إستجهاد محمد وراس كان درس في 27 مبادي أبو 49 كذلك نلاحظوا أنه 18 من 22 من أعضاء من جمعة 22 كانوا من الكشافة إسلامية جزائية وبالتالي كان دور الكبير أنا ذاك وهذا قسم لحاول أنه من الكشافة يسمى قسم الإرشاد الديني أهم المرشدين كان محمود بوزوزو كان محمد أستر حمضان كان الغسيري من مطيقة غسيرة من بأثناء هذا كلهم بثوا روح الإيمان وروح الوحدة الوطنية وبالتالي نزعوا من قلوب الجزائرين تلك الانهزامية وشجعوا أبناء الجزائر على الموضي قدوما خاصة الفرع الذي فتح في فرنسا فرع جمعية العلماء مسلمين الجزائرين كالله الدور الكبير والدور الكبير للراحل الفضيل الورتيلاني من ترحم عليهم هذا المنبر الذي أثر كثيرا في المهاجرين في فرنسا وظهرت هذه الزبدة من المهاجرين الذين خارجوا يوم 17 أكتوبر وفقتنا منهم شهداء ومراضلين نعم الكثير من العلماء ومشايخ الجزائر الذين أكيد حافظوا لهذا الوطن مرجعيته الدينية والوطنية وهنا كذلك نشير إلى شيخ طهر أي تعال قاضي طورة الجزائرية والذي أكيد سهم في إعداد ثوار أحبوا الوطن وكرهوا المستعمر الفرنسي هكذا أستاذ الكريم دائما نواصل في حديثنا نتحدث أيضا عن أهمية الإعلام والأفلام الوثائقية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية أهمية إخراج التاريخ من سجنه إن صح القول من أروقة المكتبات وجعله مادة دسمة لإنتاج الأفلام والمسلسلات حتى نكون كالدول التي قدمت تاريخها سينمائيا شكرا والدور الأول لكم كفنات يعني رشيط ونك بسائل كثيرة يمكن أن توصل المعلومة للطالب بطريقة سليسة وبدون طرق التقليدية للإلقاء المتلقي خاصة يكره الإلقاء لفترة المعينة فوق خمس دقائق سوف يصدوا يعني أولا يستمعوا للأستاذ بالتالي الطريقة التي قلت عنها هي خاصة أفلام قصيرة وعن طريق الرسوم متحركة التي تفطنتها بعض الدول تمنع لنا حرب سبرانية يشكو الجزائيين في تاريخهم لأننا نردع لهم بأفلام ورسوم متحركة وصوم كرتونية إسلامية وجزائلية وعربية وبالتالي تبين لهذا الفتا بطريقة الجدول هزل طبعا هي الطريقة الزاحية يسمى طريقة الجدول هزل طرق التدريس الهامة تحبب لهذا الفتا بطريقة غير مباشرة تاريخ وطنه خاصة بتعريفه بأعلام بفرسان الوطن من صدر الإسلام إلى الدين إلى أبيل عبد القادر إلى علي عمار اللي ربما طول صورة أخرى أرادت استعمال فرنسي إعطاها أهالنا والإيطاليين في فيلم معركة الجزيل علي عمار كان يدرس في مدرسة فرنسية الفيلم مدرسة أهالي في بنيان المليانة أن تسمى مدرسة عربية بسي الفيلم أعطاهنا بسرعة أخرى أنه لا يدرس أنه كان سعره وفي العكس كان علي عمار كان يدرسه مدرسة أهالي عند المعلم يسمه الشرشالي الديواني المنطقة عنده وبالتالي كذلك علي عمار كان أصدقائه من مؤسسين كالشافة الإسلامية بنيانة إذن أستاذ الكريم ندعو إلى أهمية كذلك التنسيق بين الباحثين الأكاديميين والمؤرخين وبين كذلك المخرجين السينمائيين نعم وبالتالي هنا شكرا بارك الله فيك الآن دول الزائلية بالإمكانيات لأن تكون هنا في عمار في التقافة والتربية والجامعة أن الجامعة ما يفعله وزير الجامعات مشكورا مؤسسة الحاضنة لهذا الدول كبير تكنولوجيا كذلك لهذا الدول كبير بالحفاظ على الذاكرة المطنية نعم بارك الله فيك دكتور عبدالرحمن تونسي أستاذ الكريم عيسى أبو خدوني أكيد أن ندعو شبابنا إلى الحفاظ على مكتسبات الثورة التحريرية والمواصلة والاستمرار في تحقيق غايات الثورة الجزائرية وأيضا حماية وصون هذا الوطن من كل الأخطار المحدقة به وأيضا عليهم الإطلاع على تاريخهم المليء بالبطولات وكذلك بالتضحيات وأن يتسلحوا أستاذ الكريم كما ذكرت قبل قليل بروح القرآن الكريم الذي يخترق النفوس والصدور وكذلك القلوب وأن يتسلحوا كذلك بالعلم لأنه سلاح أقوياء وهو كذلك السراج للخلوج من الضحف إلى القوة نعم أستاذ كما قلت الشباب خاصة هم وقود هذه الأمة فاعتناء بالذاكرة تبدأ من مراحل الأولى من التحضير تبدأ أن أغرس في أبنائنا حب الوطن ومعرفة العلماء جيد جميل جدا أن تسمى الأقسام بأسماء العلماء ليس قاعة واحد قاعة ثنين فكل قاعة تسمى على مجاهد أو عالم حتى الطالب من صغره يرى الأسماء فيبحث عن الأسماء ليعرف أبطال أمته كذلك كما قال أستاذ يعني نحتاج إحنا إلى أولا تجديد الخطاب في التاريخ ويسقاط على الواقع فالشاب يحب يسمع التاريخ يكون إسقاطه على الواقع ونحن عندما نتكلم عن الثورة أسقطناها على غزة أسقطنا غزة يعني أستاذ الكريم نتدبر في أسباب القبوة في أسباب الصعود فالشاب لما نسقط له التاريخ لا يكون مادة يعني كما نقوله يسمى فقط معلومات وكذا يمل كأنه نعم يمل لكن لما نسقط له بالواقع سينتبه صح وسيفهم سيفهم وكذلك البحوث المفيدة للشاب البحث مثلا الآن عندنا يوم العلم يرمز إلى بن باديس لكن جمعة المسلمين فيها بثاف ناس صح يعني نحتاج إلى أيام نعم كذلك هذه الحدث الكبير هذا الحدث 17 أكتوبر ربما بعض الطلبان يعرفونهم لكن اليوم قامت مجهودات كثيرة مزارة شروندينية وغيرها من أبناء قاموا بيوم وقفة تذكيرا بهذا اليوم والشاب لا يعرف هذا التاريخ طيب كيف نحبب لأبنائنا التاريخ ينبغي أن يكون حوار في الأسرة على تاريخ هذه الأمة نحن كنا صغار نشوف أفلام تحت الثورة فنتابعها بقلوبنا لأنها ترمز إلى أجدادنا ونحبو نعرفه لكن كان شيء يخص وهو ذكر مثلا الإكثام المشاهد البطولية جميل الإكثام المشاهد الهزائم والخسائر تضعف قوة الشر صحيح ممتاز فعندنا بطولات كبيرة جدا ثورة الأمين عبدالقادر حتى الذين أوتذل كاليم زعماء وقادة يعني على شبابنا كذلك كان يقتدوا بهم هم الأولى صحيح نحن مثلا مقاومة الأمير عبدالقادر لماذا نختصرها في الاستسلام بعشرين سنة حرب من راحت صحيح عشرين سنة وهو شاب أستاذي كريم هذه المراحل هذه كل ما لازم تذكر صحيح البطولات هذه مما تغرس في الطفل النخوة والشجاعة نحن علش نفتخره بالبلد لأنه فيها أبطال فيها رجال لهذا لما أي شاب جزائري يشمع النشيد الجزائري حسب الاعتزاز لماذا لأنه يذكر بأمجاد أمته بتاريخه فلذلك ينبغي أن نغرس من طفولة الصور هذه مؤثرة وكذلك أستاذ الكريم إذن تربية الأبناء على حب الوطن مهم جدا قضية مهمة على الآباء على الأمهات وعلى المربين أن يحرصوا عليها ومثلا كما ذكرت اليوم نحن نحيي هذه الذكرة ذكرة ثالثة وستين لمظاهرات ولأحداث السبع عشر أكتوبر ألف وتسعمائة وواحد وستين مثلا اليوم أو غدا الجمعة والسب أن نأخذ الأبناء والأطفال إلى مختلف المعالم التي فيها روح الوطنية مثلا متحف المجاهد مقام الشهيد مقبرة الشهداء وغيرها فذلك يساهم في تنمية الحص الوطني لدى الناشئة أكيد أستاذة كما قلت هذا هو الذي ينبغي مثلا اليوم الأصل يخص الساعة لتبيان وشرح ما حدث حتى يكون الذاكرة يعني كل الواحد يعرفها كما قلت أستاذة ذهب إلى المتاحف البحوث التي تقام في المداري التشجيع على البحوث التأليف خاصة التأليف عندنا مشكلة في التأليف خاصة الأحداث فالتأليف وخاصة كما قلت أستاذة من الصفة الروضة يعني من الصفة الأول ويبدأ لازم يتعلم لأنه حتى مشاهدة صور مثلا لما يشوف صورة الأمير عبدالقادر من صغر أحترسق في رأسه فيبحث عنه من هذا الصورة لأنه عندنا إشكان نعرف الأسماء لكن لا نعرف ملامح تعالى المجاهلين والثورة فكما قلت يا أستاذة نعم هذا شيء طيب جدا شيء جميل يكون في المدارس وقفها كذا ليحيوا هذه المآثر وهذه الأحداث حتى الطفل من الصغر يتعلم لأنه إحنا كما كنا صغر كل ما يأتي يوم العين بدون وجدوا الأشعار والبحوثات حول حول الإمام بن باديس فكذلك كل أحداث لنبغي أن تواكب في كل القطاعات مهم جدا شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم عيسى بوخ الدوني دكتور عبد الرحمن تونسي نستعيد من تاريخنا أكيد ما نحتاجه في حاضرنا لنبني به مستقبلنا هكذا فما هي المحطات المهمة التي تراها ضرورية أن تبقى في الذاكرة الشعبية وفي الذاكرة الجماعية وكذلك ما هو السبيل أستاذ الكريم أو كيف ترى مشروع بناء مواطن المستقبل بشخصية مشبعة بالقيم والثوابت الوطنية شكرا لسؤال واجهه وقد نبهنا ذلك ما يكبرنا برحمه الله هنجم أشارك لكبيت بناء هذا الإنسان الإنسان الحقيقي وليس إنسان نسب ولا حد ذلك من إنسان نسب الذي ظهر بعد العصر الموحيد هنا تذكرت بسبب القول أستاذي لماذا لا يكون أمير عبد القادر مكان رسوم باتمان لماذا لا يقول تلك الأمير عبد القادر ولا يرى باتمان يرى بنباديس المقران الحداد ولا يرى تلك الرسوم بغيظة التي شوهت سورة التفل الأسبب جعلته يعاني من التوحد في السبعينات قبل السبعينات لم نكن نفسه الظاهرة الظاهرة غريبة عننا وبالتالي بناء التاريخ التميز على النقاط المعينة خاصة تلك بعض النقاط هي ساعة سوداء بتاريخ ولكنها يجب أن يدرس الطالب أن فترة معينة فرنسا اعتبرتنا أهالي اعتبرتنا دون إنسان استنت قانون بسم قانون الأهالي 1297 لجمعة 27 مخالفة جزائي الممنوع عليه أن يفتح مدرسة ويدرسة لغة عربية والتاريخ الإسلامي وممنوع عليه أن يفسر آيات الجهاد ومنوع عليه أن ينتقل من قرية إلى قرية إلى برخصة هذا القانون كان بغض بتخلصنا منه في 1947 لكن فرنسا بقيت تنظر إلى النظر الدونية وهذا ما رأينا في 17 أكتوبر 1961 نعم أستاذ الكريم دائما في نفس السياق ونحن نعيش ثورة إلكترونية رهيبة وبالتالي أهمية توظيف التاريخ إلكترونيا ورقميا ونقل هذا التاريخ لمواقع الشباب مواقع التواصل الاجتماعي وبالطريقة التي يفهمها هذا الشاب شكراً سؤال والواجه الحمد لله ترسلنا القانونية موجودة دعم النشاط السبراني لنسبة المؤسسات التعليمية خاصة التعليم العالي وحتى وزارة داخل يتبط أن الأمر هذا الآن فهو لكي حماية لشبابنا من عدوان السبراني من عدوان الإلكتروني وبالتالي يجب أن تكون برامج إلكترونية موازية مع ما في الكتب وبالتالي يستطيع الطالب أن يذهب بنوحة الإلكترونية دون أن يحمل تلك المحفظة ومن خلال تلك المحفظة الإلكترونية سيتطلع كل هذا وإطلاع واسع عن تاريخه طبعاً يتعلم الطالب أو التنمية الصغير بداية ببساطة ولكن تكون معلومات قوية تعلمه خاصة تركيز على التاريخ الإسلامي وتركيز محطات من التاريخ الإسلامي وتركيز على كذلك محطات هامة من التاريخ الدزائري يعني من هو أمير عبد القادر من هو المؤديس بطرق مختصرة ولكن إكترونية وتكون في الشاشة أيقونات خاصة بالتاريخ عندما يضغط التلميذ تركيز بطريقة جميلة وسريسة نستطيع أن يكون لنا تلميذ واعي يعني خاصة وليس يقول مثل ما قال أستاذنا تاريخ مزور أو نهي تخير بتاريخ الدزائري ويكون لنا يعني جيل صاعد ذهو دور كبير في كتابة ما بقي يوم التاريخ أنه نحن بدنا استعمار ميوث هذه السنة وننكتب شيئا مثل ما قال راحل أبو قاسم صلى الله شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم عيسى بخدني أكيد معاشه أباؤنا وأجدادنا وشهداؤنا ومجاهدونا معاشه من آلام ومن آمال وضمار وظلم وقهر كل ذلك أستاذ الكريم كان دافعا لإشاعة الحب بين الجزائريين أولا بحب الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله ثم حب الوطن وانتهاءا بحب المواطن الجزائري لأخيه الجزائري نعم كما قلت استاذ الله مرحب الله فيك هذه السنة يعني الشيء الجميل أنه صادف المولد النبوي بأحداث تاريخية نعم وهذا المنبغي الذي ينبغي أن ننبه عنه أنه احنا الثورة الجزائري امتداد إلى التاريخ الإسلامي لما نقرأ السيرة النبوية ثم بعد نقرأ الخلفاء الراشدين راح تجمعانا الثورة الجزائرية نحن امتداد لانتصارات المسلمين الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والمعارك التي خاضها المسلمون هي نفسها التي خاضها المسلمون في الجزائر لا ينبغي أن ندر نقطة وبعد ذلك نبدأ الثورة الجزائرية لا هي ثورة الجزائرية متصلة بالثورات الإسلامية التي حدثت كبعركة الزلاقات وعين جالوت وبلط الشهداء وهذه كلها معارك المسلمين ونحن مسلمين وهذه معاركنا معارك مسلمين استمرارية استمرارية نعم ربط الماضي بالحاضر وكذلك لماذا كما قد يسعنا شكرا جزيلا نعم انتهى الوقت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لكم مشاهدين الأفاضل أكيد نسأل الله سبحانه وتعال أن يرحم شهدائنا بلادنا الجزائر وأن يعيننا ويوفقنا لخدمة هذا الوطن ولرد الجميل له سلام عليكم شكرا لكم لو جاءت الأحلام تقلاك مثل جبال ها هو الشراع مدو الشراع ها هو شراع ها هو شراع مدو الشراع في مركب الدنيا قولا لنا الأيام لينفع البهتان يا سيد الإنسان